يشتد خناق الأزمة الاقتصادية على العراق وسط غياب الحلول المستعجلة وانعدام الوسائل اللازمة لإنقاذ البلد من هذه الكارثة ووصلت الأزمة الاقتصادية إلى حد أن الأموال الموجودة لدى الحكومة تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الحالي للموظفين بحسب ما قاله وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني مبينا أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية وكشف ريكاني أن أمانة مجلس الوزراء طلبت من وزارة المالية إيقاف صرف رواتب موظفي كردستان العراق الأمر الذي سيزيد التوتر السياسي بين بغداد وأربيل أمام هذه الأزمة تطرح مقترحات حكومية قد تكون تداعيتها شد من الأزمة نفسها ومن هذه المقترحات تقليص الرواتب وتأجيل رواتب موظفي عدد من القطاعات الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الشعب ويرفع مستويات الفقر والعازة وبحسب مصادر مطلعة فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية قررت ترحيل كل هذه الأزمات التي تتطلب حلا عاجلا إلى الحكومة الجديدة وإلى أن تقر تلك الحكومة وترتب أوراقها تكون كارثة الاقتصاد قد وصلت إلى مستويات عالية يكون المواطن البسيط ضحيتها الأولى وبالنسبة لسبب الأزمة وهو هبوط أسعار النفط بالدرجة الأولى تبقى الحكومة حائرة متخبطة في كيفية التعامل مع هذه المشكلة وتخفيف آثارها لكن الحلول الإسافية تتطلب وسائل متاحة من لجوء إلى النقد الاحتياطي أو تعزيز إنتاجية القطاعات الأخرى وهذا كله غائب عن العراق منذ عدة سنوات ليبقى مصير شعب بأكمله متعلق بأسعار النفط وتقلباتها